أنهى الرئيس الأمريكي دولالد ترامب المعاملة التفضيلية الأمريكية لهونغ كونغ وفي مؤتمر صحفي قال أنه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة وأنه وقع قانونا أقره الكونغروس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة وبين أن هونغ كونغ ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القرية لا امتيازات خاصة ولا معاملة اقتصادية خاصة ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة